بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمامه بوجهه الكريم وعلى آله مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر معلش كنتم سافر مبارح وأول أول مبارح حارف تطلع مبارح يعني كان عندي شوية ظروف كده مقدرتش أطلع اللايف وإحنا النهاردة مع بعض مستكملين خاطرة الفجر واخديم مع بعض نية قيام الليل ونية حضور مجلس العلم خاطرة النهاردة وأنا بقرأ في سورة طاها في سورة طاها ربنا سبحانه وتعالى بيحكي قصة سيدنا موسى سيدنا موسى مر في حياته بمنحنيات بيسموها العلماء منحنيات حادة يعني لحظات فيها أفراح كبيرة جدا جدا ولحظات فيها اختبارات وتحديات كبيرة جدا جدا لحظات فيها رغد العيش والقصر ومن يخدمه ولحظات فيها وحدة في وسط حر الصحراء لحظات فيها جمال الأنس بالأحباب ولحظات فيها موجهة لحد ممكن يبقى صاحب بطش شديد لكن اللحظات دي جزء منها عدة كبير قوي من غير ما سيدنا موسى يفسره وفي وسط حياته ربنا وقفه وحكاله الماضي قال له يا موسى كل مشهد كنت بتعدي به ما أنت فيه في هذا المشهد كان تحضير للبعديه لإني كنت معاك وأنا اللي كنت بربيك وأنا اللي كنت بصنعك فكل مشهد يا موسى أنت فيه الآن هو بيساعدك عشان تكون موسى المستقبل وقصص حياة الأنبياء ربنا مش بيحكيها للتعرف فقط على الأنبياء إنما قصص حياة الأنبياء هي تشبه مواقف كتير بنعد فيها وحبيبنا اللي بنحبهم بيعدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكأن ربنا سبحانه وتعالى حكى أنت عارف في 124 ألف نبي ورسول كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي لكن ربنا حكى أننا عنهم 25 نبي فقط في القرآن والسنة وأنبياء قليلة من الخمسة وعشرين اللي نعرف تفاصيل حياتهم بدقة على رأسهم سيدنا موسى اللي ذكر في القرآن عشرات المرات سيدنا موسى لما تولد كان فرعون بيدبح العيال الصغيرة فأمه رميته في المية وبعدين اللي التقته جنود فرعون وبصت له كده زوجة فرعون السيدة آسية رضي الله عنها وبصت له كده وكانت امرأة صالحة قالت يا ريتني تبناه فعاش في قصر الملك الذي يدعي الألوهية والعالم كله بيخدمه وبعدين بعد شوية خارج بيتمشى في الشارع لأخ ناء بيفض ما بين اتنين فوكزاه موسى فقضى عليه فهرب من بلده راح لقى بنتين مش عارفين يسقوا الغنم بتوعهم فساعدهم فأبوا البنتين طرع نبي سيدنا شعيب فجابوا وقالوا نعايزك تعيش معايا وطرع الغنم وجوزك واحدة من بناتي عارف إحنا الأجاني بيقولك عنده ups and downs كتير في حياته حد مننا كده سيدنا موسى من القصر إلى الصحراء إلى جوار نبي وزواج ثم بعد ذلك يتوه في الصحراء ثم يوحي ربنا لي في وسط ما هم في الظلمة تيهين ربنا يكلمه ويقوله إني اصطفيتك ويقوله وأنا اخترتك فاستمع لمعيوحة وبعدين يقوله يا موسى روح لفرعون قال له يا رب أنا محتاج دعم منك تخلي أخويا معايا يساعدني قال له هخلي أخوك معاك ودي هتبقى تاني نعمة وكأن سيدنا موسى قال له طب هو إيه النعمة الأولى قال له يا موسى النعمة الأولى هحكيها لك كل اللي فات من حياتك ده كان تحضير لوجودك الآن نبي الله يكلمك بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بدعمك لي أني أبعد أخوك هارون معاك ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إنت ما كنتش فاكر وانت رضيع إلا حصل أنا أحكي لك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فعل أمر من ربنا زي ما نقول كده مثلا فلتغلق الأبواب ربنا أمر للبح فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدوه لي وعدوه الله وألقيت عليك محبة مني أنت عارف زوجة فرعون آسية لما شافتك قالت قرة عين الني ولكن لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عارف عملت كده ليه لأن في اللحظة دي ألقيت عليك القبول وألقيت عليك محبة مني ربنا بيحبك واللي بيحصل حواليك بيقولك أن ربنا بيحبك وحركة الناس وانجذابهم ليك وتفاعلهم معاك بيقولك أن ربنا بيحبك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقولوا هل أدلكم على من يكفله أنت عارف أن أنت وقتها لما امرأت فرعون خدتك عندها أنت عارف أن أم موسى بعدت أختك عشان تدور عليك وبعدين أنت مرضتش ترضع من أي حد فأختك قالت لهم فيه وحدة طيبة وهو أحنينا خلوه موسى يقعد معاها هتردعوا هتبقى أحنينا عليه فرددناه قال تعالى إذ تمشي أختك فتقولوا هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فاكن لما قتلت حد غصبا عنك ونت مش قاصد ده كان قدر آه المشهد ده كان قاسي جدا لكن هذه القسوة أفضت بعد كده الفتح كبير من ربنا كان فيه عروسة مستنياك النحية التانية أبوها نبي ربنا بيجهزها لك من سنين طويلة وعيش كلها تربية جميلة بعدما تربيت في بيت فرعون هتتربى عشر سنين في كنف نبي سيدنا شعيب وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة فلبثت سنين في أهل مدين مع سيدنا شعيب ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي كل اللي فات ده يا موسى كل مشهد أنت كنت بتعدي به كان بيجاهزك للان اخترته لك بعد كده يا موسى ويا كل من يسمع هذه القصة ويا كل إنسان بيمر بفرح دلوقتي الفرح ده بيكون جواك نفسي شاكرة لأن في عطاء تاني أو في محنة ممكن تيجي فكأن ربنا وانت في الفرح دلوقتي بيدوّقك النعم عشان تعرف إنه منهم إنه كريم وإن المحنة اللي جاية مش انتقام من ربنا ولا بخل ما منعك بخلا إنما منعك نطفا علشان الفترة اللي انت ممكن تبقى في محنة فيها ما هي اللي تجهيز لفتح بعد كده فما أنت عليه الآن ما هو إلا تجهيز لما ستكون عليه في المستقبل فربنا بيقول له ولتصنع على عيني وبعد شوية قال له واصطنعتك لنفسي فعايزك أقول لكل إنسان مكسور أو كل إنسان فرحان كل إنسان بيشهد الفتح المبين من ربنا والسعادة أو كل إنسان بيمر بأزمة فيها انكسار وفيها احتياج لربنا سبحانه وتعالى ما أنت فيه الآن إلا محض معي ولطف وقرب من الله أبلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ومن قبله من الأنبياء ومن بعده من الأنبياء سيدنا عيسى وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مروا بلحظات فيها شدة يتكون داخل القلب معاني لن تتكون إلا في الشدة وهناك نمو لن ينمو العبد فيه إلا في داخل مدرسة البلاء فاتطمن ولتصنع على عيني ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي أصفياء الرحمن وأولياء الرحمن الناس اللي ربنا بيحبهم بيصنعهم بالأحداث مرة بالعطاء ومرة بالمنع اتطمن أنت في عين الله ومن قبلك كان سيدنا موسى وحكى ربنا التفاصيل دي عشان يقول لك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه يعني في هذه القصص وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فأنا بقول لكل إنسان فرحان أبشر أنت في عين الله وكل إنسان في محنة أبشر أنت في قرب ولطف ومعية الله وهتخرج منها على خير إن شاء الله وليدوأك الخير قبل كده هيدوأك الخير بعد كده فأحسن وظن بالله وحبيبك كتير واللي بيدعو لك كتير والناس اللي انت لك فضل عليهم كتير والناس اللي بيفتكروك بالخير كتير فاتطمن أنت في لطف اللطيف وفي لطف الناس الطيبين الذين يدعون الله لك فكل واحد بيمر بمحنة اتطمن ربنا بيقول لك في القرآن ثم جئت على قدر يا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اصطنعتك لنفسي فربنا يثبت كل صاحب نعمة ويثبت كل صاحب محنة ويخرجنا من النعمة شاكرين ويخرجنا من المحنة صابرين شاكرين في معية اللطيف سبحانه وتعالى جل في علا عندي كام سؤال كده عايزة أرد عليه قبل ما سبكن تروحوا وتصلوا أو تتصحروا الله كانت بتجي لي خواطر من ربنا وبحس بتواصل معاه وبدأت أبعد وحاسست أن فيه جدارة بنا على قلبي وحاجة برؤية نور ربنا سبحانه وتعالى وبقيت أصلي من غير خشوع وبقرأ القرآن وأنا مش حاسة بالكلمات أعمل إيه اختيار من اتنين إما في ذنب كبير في ظلم الحد حضرتك محتاجة تتوب منه رجعي نفسك لو رجعتي نفسك ما لقيتش ذنب كبير في ظلم الحد حاجة بقلبك لأن ربنا بيقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين لو ما فيش مظلمة كبيرة لحد من المقربين أبوكي أمك حد من الناس اللي اعتمدت عليك لو ما فيش المظلمة دي يبقى أصبري أنت بترتقي اللي مش ظالم حد ومش حاسس بالخشوع قد يكون بيرتقي بيرتقي منين أو لفين بيرتقي من عبد داخل الصلاة منتظر معاني الخشوع لعبد داخل الصلاة فقط فقط لإرضاء الله حتى لو ربنا ما تدكش الخشوع أنت جاي تزورني في بيتي وأنا هغديك كل يوم بغديك وبتروح وانت شبعان وبهزر معاك وبندحك وبتروح وانت ممتلئ بالسعادة جيت لي بعد كده ما دتكش حاجة هتيجي ولا لأ أنت جايلي ولا جاي لللي بيجيلك مني لأ أنا جايلك طيب مش هعزمك على حاجة وانت قاعد معايا مش هتطلع وانت قلبك مستريح مش هندحك مع بعض وهشوف هتجي دي بكرة ولا لأ فهتبدأ تجيلي لي أنا مش للمعاني اللي بتلاقيها عندي وتفضل كده لغاية ما تحقق أعلى درجات الإخلاص جايلك ليك يا رب فقط حتى لو ما فيش متعة في العبادة ثم بعد ذلك ينزل عليك الخشوع صبا فتبقى مخلص وكمن خاشع فلو ما فيش مظلمة كبيرة انت حضرتك في مرحلة من مراحلة ترقي أصبري عليها والخشوع جاي إن شاء الله الله شفت حالات كتيرة اتجوزت وفشلت وتعقدت وتعقدت جدا بقيت شايفة ان لو اتجوزت هفشل زي زي اللي فشل وقاول من الفكرة دي ازاي خصوصا انها بقت مسيطرة علي وبدأ في كل سجدة وفي كل سجدة بدأ اني مش اتجوز لا احنا احنا مش المفروض ان احنا لما نشوف حد حصله في حياته ازمة معينة ندعي ان احنا ما نعيش يعني شيء حلال قد يحصل في ازمة وقد يكون سبب للسعادة شفت واحد فشل يا رب ما اشتغلش لحسن افشل شفت واحد سقط يا رب ما ادرسش لحسن اصقط شفت ناس اتطلقوا يا رب ما اتجوزش يحسن اتطلق تعالوا نحسن الظن بالله وتعالوا ننظر للدنيا بعين الاعتبار يعني لما شوف اللي فشل في شغله ده ادرس يمكن يكون اصر ولو ما اصرش يمكن يكون ده قضاء ربنا خلاص يمكن انا ساعتبر بهذه بالمعنى اللي وراء القصة اللي اتجوزوا واتطلقوا دوليو يمكن يكون اصروا في حق بعض ويكون محترموش بعض مثلا او اسموا نصيب وقدر ربنا وبيعلمهم هما الاتنين ولا ما فر من القدر لا ما فر من القدر ففي الاخر خدي بالاسباب حضرتك او خد بالاسباب مش واضح اللي بيسألني بنته ولا ولد خد بالاسباب واحسن لشريكة الحياة او لشريك الحياة واطلب من ربنا بقاء النعمة وسلم نفسك لربنا وفوض امرك لربنا سبحانه وتعالى الله عندي ضغط ما بعرفش اتخلص منه حتى لو صليت بحس براحة مؤقتة وبرجع تاني اسوأ الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله اللي عايز يخرج من الضغط يلزم ذكر الله مش بس الصلاة ربنا بيقول واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله اعلم بما تصنعون ذكر الله عز وجل المستمر طول اليوم مع الصلاوات الخامسة هو اللي بيسكن القلب مع البحث عن مشكلة الضغط يعني نفترض ضغط بسبب مثلا تراكم شغل او معاملة معينة هنبحث عن سبب الضغط العملي ونحاول نحن نتجنبه لكن لو في ضغط من غير سبب اكثر من ذكر الله ثلاث اذكار يفرجوا الضغط النفسي كثرت لا اله الا الله وفيها تجديد الايمان كثرت الصلاة على النبي عيس والسلام وفيها نزول الرحمة كثرت الاستغفار وفيها تفريج الكربات وتوسيع الارزاق يبقى لا اله الا الله والصلاة على النبي والاستغفار واستمر كده واصبر شوية الضغط ده بصدق كلام ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب حبيت النهاردة أطبطب على قلب كل صاحب محنة وقل له ربنا سبحانه وتعالى حكى لسيدنا موسى اللي حصل في حياته انه كان جنبه في كل محنة وفي كل نعمة فاتطمئن ربك قريب سبحانه وتعالى وهتخرج منها بعون الله يلا سلام عليكم شوفكم بكرا ان شاء الله سلام عليكم بسم الله